سيناريوهات غامضة تتربص بالمشهد الليبي والمرحلة المقبلة تترك باب البلاد موارباً أمام كل الاحتمالات فبعد خلط أوراق السلطة أزمة حكم تلوح في الأفق فمن جهة يمضي رئيس الوزراء المكلف فتح بشاغة في مصاري مشاورات تشكيل حكومته الجديدة فيما تصر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على تمسكها بالبقاء في كرسي السلطة أما المجلس الأعلى للدولة فاتخذ مسافة من حكومة الوحدة مؤكداً على دعم خريطة الطريق والحفاظ على الزخم الشعبي لإجراء الانتخابات على أسس دوسورية لعبور المرحلة الانتقالية ومن أجل المرور بسلاسة وتجنيب ليبيا العودة للمربع الأول حثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا خلال لقائها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في طرابلس الأطراف بضرورة استمرار المشاورات والتوافق على الهدوء والاستقرار فضلاً عن التأسيس لمصالحة وطنية شاملة للوصول إلى الانتخابات الوطنية غير أن العملية الانتخابية المنشودة تحيط بها شكوك عدة خاصةً وسط تعاهد رئيس الحكومة الوحدة بالمضي في رؤيته لتنظيم الاستحقاق الصيف المقبل وتكليفه وزيرة العدل بتشكيل فريق قانوني مستقل لسياغة قانون الانتخابات فيما حرس بشاغة على إرسال إشارات تطمين بشأن الالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وعدم الترشح فيها أحداث وتطورات تذكر بمشهد السلطتين التنفيذيتين في الشرق والغرب الذي عاشت على وقعه ليبيا بين عامي 2014 و2016 وهو ما يؤثر توجس الداخل الليبي وأيضاً المجتمع الدولي أن يتكرر مسلسل الفراغ الأمني وما قد تنزلق إليه ليبيا من فوضى